بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على معلم الناس الخير سيدنا محمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبالمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وكما عوتكم دائما بنبلش بدعائنا يا حبايب القلب اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسري الهدى لي فلا حول ولا قوة إلا بك معكم محبكم دوما واداعي لكم بكل الخير مصعب ناجر قطاوي مدرس مادة العلوم الحياتية على منصة أوائل المملكة منصة وتد التعليم ويا حبايب القلب جيل 2006 علمي اقتصاد منزلي وزراعي بداية مادتنا المادة الفصل الدراسي الثاني زي ما أنت شاهدت الفيديو اللي أنا ورجيتك فيها خطة مادتنا مادة وراثة ومادة بيئة وقبل ما نبلش بمادة الوراثة ومادة البيئة بدك تعرف وتحط هاي الكلمات حالقبذانا حالقبذانا وكل واحد يتعب ويجتهد ويجد على نفسه لبلوغ المتين بإذن الله تعالى حبايب القلب كل واحد لازم يكون فينا مواجه تحديات وصعوبات وعقبات أمامه حتى يبلغ النجاح وهي التحديات لا تزيدك إلا إصرار وثبات حتى تكمل المشور إما أن تنجح وإما أن تنجح ما فيش خيار ثالث فيش إلا خيار واحد النجاح والإبداع والتألق بإذن الله جدين على حالنا واجتهدنا وشدين حالنا والله والله لنبلغ ما نتمنى والله غير ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته يحقق الغاية تبعتنا الغاية تبعتنا الحصول على معدى الراقي الغاية تبعتنا نحصل على الفول مارك في جميع المواد إحنا منجتهد وعلى ربنا سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق حبايب اليوم حنبلش بأولى حصصنا في مادة الوراثة وحنبلش مع بعض بأساسيات مهمة في العلوم الحياتية في مادة الوراثة شو هاي الأساسيات وإيش أستاذي لازم أسوي أول إشي لازم تشري دوسيتك الفصل الدراسي الثاني تكون معانا لأنه حنحل مع بعض ونتمكن مع بعض أزعم سؤال وراثة بإذن الله خلال آخر فصل الوراثة لازم تحلوا أنت كطالب وكطالب قطاوي خلال دقيقة ونص بفضل ربنا طلاب القطاوي أساته طلاب القطاوي أساته وأنا على مسؤولي في هذا الكلام كل كلام مسؤول عنه طلاب القطاوي بفضل ربنا أسادثة ويا ربي إنك أنت وإنتي تبدع في هاي المادة وتعلموا الأجيال كما علموا الأجيال السابقة أجيال موجودين موجودين وعلى مقاعد الدراسة في الجامعات الآن حبايب القلب بدنا نبلش بالأساسيات بدنا نجد بدنا نتعب وبدنا نشتغل مع بعض نحل كل الأسئلة اللي موجودة معنا في دوسيتنا طحشة أسئلة كبيرة كثير كثير اللي بيحكي لك يا حبايب القلب هذا مش مطلوب وهذا مش مطلوب قل له شوف امتحان 2005 التكميلي امتحان 2005 التكميلي بفضل ربنا طلاب أسادسة ثانيين قالوا عنهم صعب إلا طلاب القلب طاوي بفضل ربنا قالوا عنه سهل ودقيق قلت لك دقيق بس موجود عندك بنك أسئلة حل منه قد ما تقدر حتى تتمكن الممارسة والتمكن هو عنواننا ويا ربي نبلش مع بعض بأولى أساسيات في مادة العلوم الحياتية في مادة الوراثة حبايب القلب طلاب القلب طاوي الأسادسة جيل 2006 يلا معي طبعا حبايب القلب بأساسياتي المهمة اللي لازم طالب الثانوية العامة علمي وإقتصاد منزل وحتى كمان زراعي كجيل 2006 لازم تكون متوفر معنا هاي المعلومات وبعرف وبعرف إنك وإنك يا أستاذ بتعرف هاي المعلومات لكن من باب فذكر إن نفعت الذكرى معلوماتنا راحين نبلش يا جماعة الخير بتركيب الخلية وحكيت لك كل خلية حقيقية النواة سواء كانت حيوانية أو نباتية تمتلك ثلاث أجزاء رئيسة في كل خلية بتتعامل معها سواء كانت حيوانية أو نباتية أول جزء الذي يحيط بالخلية وحنشوفها بالأنيميشن ألا وهو الغشاء اللي بلازمي وكمان بعدين في عنا السيتو بلازم بعدين في عنا النواة في عنا النواة كل شغلنا بالوراثة يا جماعة الخير ما بداخل النواة كل معلوماتنا اللي حنوخدها يا جماعة الخير شغلنا الشاغل جوا النواة أيوة يعني جوا النواة أستاذ في عندك معلومات وراثية حتي ترجم لصفات وراثية حنلاقي كسوان الطبل موجود معنا حنلاقي جيمي جيمي اللي حليوة ذات البشرة السوداء كمان ما هو موجود ليش بشرته سوداء معلومات موجودة عليه عبد السلام المربع حنلاقي ليش تربيعة مخه هيك جاي تمام كل هذا الحديث يا جماعة الخير حنلاقي جوا ما دتنا في الوراثة تركيب الخلية كل خلية لازم تتكون من ثلاث أجزاء رئيسة شو هم ثلاث أجزاء رئيسة يلا مع بعض غشاء بلازمي ونواة وأيضا سيتو بلازم صلي عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خليني أرسم لك مرة ثانية الأجزاء الرئيسة حكينا كل خلية بتتعامل معاها يا حسطي انت وياها أول جزء اسمه الغشاء لبلازمي في عنا مركز العمليات الحيوية اللي اسمه النواة وشغلنا شاغل جوا النواة في عنا الجزء الثالث اللي هو السيتو بلازم وأذكرك بالسيتو بلازم هو عبارة عن سائل يتكون جوا الخلايا بيكون جوا الخلايا وبيحتوي على عضيات تسبح به العضيات مثل الميتوكندرية زي الشبكة الإندو بلازمية زي البلاستيد الخضراء وما شابه ذلك الآن إجينا يا جماعة الخير جوا النواة لقينا جوا النواة في عنا شبكة كروماتينية وهاي الشبكة الكروماتينية حكينا يا جماعة الخير إنه إذا إجي أوردر أمر لهاي الخلية إنه تهيئي لحدوث انقسام خلوي إلك حتترتب وحتتصفت هاي الشبكة حتى يصبح شكلها على شكل X هاي اسمها المادة الوراثية المادة التي تعنى بالوراثة المادة المسؤولة عن إظهار جميع الصفات الوراثية اللي موجودة عند الإنسان أو النبات أو الحيوان يا حصتي تهيئت هاي الشبكة الكروماتينية اللي شكلت المادة الوراثية تهيئت وأصبحت على شكل X هذا الـ X يطلق عليه بمصطلح إشي اسمه كروموسوم وراثي وإش اسمه كروموسوم وراثي آه هذا الكروموسوم الوراثي يا حصتي ركز ركز هذا الكروموسوم الوراثي حكينا كل البنات بتحبك كل البنات حلوين ركز ركز كل كروموسوم وراثي يتكون ويتركب من كروماتيدين شقيقين كل كروموسوم وراثي بتعامل معاه بتركب من كروماتيدين شقيقين أستاذ شو قصدك إنه كل كروموسوم بتركب من كروماتيدين شقيقين ركز هذا كل ياته هذا اللي قاعد بلونه كله 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 هذا اسمه كروماتيدة تمام تمام وحتى كمان هذا ركز 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 أيوة 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 امشي هذا اسمه كمان كروماتيد زائد مصاريف الشحن تمام تمام يا باشا هذا الكروماتيد شقيق لهذا الكروماتيد فكونوا الكروماتيدين شقيقين كروموسوم وراثي الآن في عنا يا جماعة الخير هان بناتهم زي قطعة هاي القطعة بتفصل هذا الكروماتيد عن هذا الكروماتيد شو اسم هاي القطعة اسمها سنترو مير مير تعني قطعة سنترو بالسنتر قطعة مركزية ومرات بترجموها لفظيا سنترو مير سنترو مير قطعة مركزية بتفصل الكروماتيدين الشقيقين عن بعضهم البعض طيب حلو 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 ويا ربي تحمل أقصى يا رب ويا ربي تحمي غزة يا رب الآن أخذنا قطعة من هذا الكروماتيد يعني زي أكنه أخذنا قطعة من الكروماتيد التاني قصينا قطعة بدي أعرف شو التفاصيل اللي موجودة جوه القطعة هاي يعني أستاذ زي أكنك انت قصيت قطعة من الكروموسوم نفسه اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لقوها أنها تلتف حولة بروتين حولة إيش؟ بروتين آية برو بروتين اسم اللي بروتين بروتين الهستون ركز معايا أستاذ ركز معايا حصتي تلافيف ملتفه حوالين طبب كل طبه كل طبه اسمها بروتين الهستون ويش اسمها؟ بروتين الهستون حلو 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 طيب صلي عن نبي وزيد النبي صلاة وقول يا ربي تحمي إخواننا وأهلنا في غزة كل نفس بتتنفسه قول يا ربي إني أهب نفسي وكل ما أملك لأخواننا وأهلنا في غزة يا رب لا نستطيع إلا الدعاء ركز معايا حبيبي هذا بروتين الهستون مين ملفوف عليه؟ تلافيف وراثية حلو إذن كل طبه اسمها بروتين الهستون كل طبه ما آه اسمها بروتين الهستون ملفوف بتلافيف وراثية أنا بدي أخذ الآن يا حباي بالقلب جزء من هاي التلافيف ها 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 شفت؟ هذا هذا الخيط هذا الخيط اللي أقول علماء هو عبارة عن سلسلتين حلزونيتين لولبيتين اسمهم المادة الوراثية والتي تدعى بالDNA حلو؟ حلو ركز معاي حكيت لك أخذنا جزء من الكروماتيد كبرنا هذا الجزء يعني عملنا له زوم وين أستاذي عملتين له زوم؟ بالمجهر أيوة يعني عدسة بتكبر هذا الجزء لما نكبرنا هذا الجزء لقينا تلافيف ملتف حوالين بروتينات هاي اللي بروتينات تدعى ببروتين الهستون شو بسميها؟ بروتين الهستون يعيني عليه تمام الآن هاي البروتينات الهستون ملفوفة بتلافيف هاي التلافيف شو دينها؟ شو مكوناتها؟ من إيش بتتركب؟ لما نزومنا جزء من التلافيف يعني أخذنا هذا الخيط وكبرناه لقيناه عبارة عن سلسلتين حلزونيتين لولبيتين هذول السلسلتين الحلزونيتين اللولبيتين تدعى بالمادة الوراثية المشهورة بالدي أن أي ركز معاي وخلينا كمان نفتح صفحة قال لك القطاوي أنه عبارة عن تلافيف صح؟ وهاي التلافيف ملفوفة حوالين بروتين الهستون شو فايدة بروتين الهستون؟ ما الكاس فيها هسا تمام؟ ما إلك فيها ما تسألني فيها آه طيب تعال معاي خلينا نكبر جزء من التلافيف وحكينا هذا الجزء هو عبارة عن سلسلتين حلزونيتين لولبيتين صح ولا لا؟ هاي السلسلتين الحلزونيتين اللولبيتين اسمها دي ان اي واش اسمها؟ دي ان اي إذن الدي ان اي عبارة عن التلافيف اللي التفت حوالين بروتين الهستون هي قصدة قصدة يس هي قصدة أنا بدي الدي ان اي ها الدي ان اي سلسلتين جزء الدي ان اي عبارة عن سلسلتين حلزونيتين لولبيتين طيب تمام ايجينا على هذا جزء الدي ان اي لقينا كل سلسلة موجود عليها درجات كل درجة من هذه الدرجات يطلق على هذه الدرجة باشي اسمها انيو كليو تيد واش اسمها؟ انيو كليو تيد ودير بالك ودير بالك كمان انيو كليو تيد اذكركم فيها هي الوحدة البنائية الاساسية للحمض النووي بالحمض ايش النووي سواء كان دي ان ايه او ار ان ايه هي ذكرتك فيها اها طيب قسطي وين استاذ قسطي انا اخذنا مجموعة من النيو كليو تيدات شوفت هاي هاظة لبلوك هاظ مجموعة النيو كليو تيدات صح ولا لا مجموعة ايش النيو كليو تيدات وين أخذنا مجموعة نيوك اليوتي دات؟ أخذنا مجموعة نيوك اليوتي دات على طول جزيء الـ DNA أخذنا مجموعة نيوك اليوتي دات من وين؟ على طول جزيء الـ DNA لأنه هذا جزيء الـ DNA طويل امسك 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 صح؟ اه احنا أخذنا بلوك هذا البلوك كامل مجموعة نيوك اليوتي دات على طول جزيء الدي ام اي هاي المجموعة التي اخذت يطلق عليها بمصطلح جدا مهم وكل شغلنا عليه بالوراثة ألا وهو الجين الوراثي فلو سألتك وسألتك يا دكتورة ويا مهندس انت وياها قلت لكم عرف الجين الوراثي شو بتيجي بتحكيلي هو عبارة عن مجموعة نيوك اليوتي دات أخذناهم على طول جزيء الدي انا اذا عرف ما هو الجين الوراثي شو بتحكيلي مجموعة نيوك اليوتي دات مقطع من نيوك اليوتي دات من وين أخذته آه أخذناه على طول جزيء الدي انا استاذ انت قصدك انو الدي انا مليان جينات وراثية الدي انا يحتوي على ملايين الجينات الوراثية كل جين وراثي كيف بتشكل كيف بتكون من مجموعة نيوك اليوتي دات أخذناهم على طول جزيء الدي انا تمام تمام اكسب صلاة النبي وخلينا كمان نستمر في تعريف ونفرط كل الدي انا فخليك معي يا حبيب قلبي القطع الآن حبايبي القلب حكينا واتفقنا الآن حكينا انو مجموعة نيوك اليوتي دات ها ألفظ ألفظ قسم الكلمة عشان تعرف تلفظها عشان تعرف تلفظيها قسموها مجموعة نيوك اليوتي دات على طول جزيء الدي انا استاذ خطك حلو كتير استاذ طيب استاذ والله بعرف استاذ آه شوف مجموعة نيوك اليوتي دات على طول جزيء الدي انا يطلق عليها بمصطلح جدا مهم اسمه يمتكتك ويمتكتك اشي اسمهم الجين الوراثي واشي اسمه الجين الوراثي تمام ركز بهاي المعلومة كل كل جين وراثي يمتلك شكلان ركز لحد الآن انت هسه هسه هيك بدك تركيز بس كمّل للآخر كمّل للآخر آه مربع آه كل جين وراثي يمتلك شكلان طيب شو معنات هاي الجملة آه بحكي لأخليك معي بحكولي شكل للجين الوراثي شكل الجين الوراثي شكل الجين الوراثي يطلق عليه وهو الترجمة لأشي اسمه الليل شو اسمه؟ الليل أيوان أستاذ يعني مصطلح لاتيني اسمه الاليل ترجمت باللغة العربية الفصحى شكل الجين الوراثي آه فقالوا أنو أسهل لللفظ يا مصعب أحكي أليل وراثي ولا شكل الجين الوراثي قالوا لأ أليل فقالوا خلص زي كلمة أوكي ترجمها لكلمة أليل لفظيا فكلمة الأليل هي نفسها مين شكل الجين الوراثي طب ارجع معاي هون قال لك كل جين وراثي بيمتلك شكلين آه والشكل شو معناته أليل إذن كل جين وراثي يمتلك أكم أليل يا حبايب القلب آه يمتلك أليلان تنين كل جين وراثي بيمتلك أليلين ارجع معاي ارجع معاي وين ترجع هون مش هذا البلوك هو عبارة عن جين وراثي آه هاي الشقة هاي الجهة اسمها أليل شو بتعطي أليل شكل للجين وهاي الجهة هاي المعلومات كاملة تشكل الأليل الثاني فطلع كل جين وراثي آه يمتلك أليلين شكلين هاي يعطي أليل من بابا وآلين من ماما كيف أستاذ خليك معاي للآخر طب روح معاي قل لك الأليل الوراثي كل جين وراثي ها كل جين وراثي يمتلك أليلين وحكينا شو معنات أليلين شكلين طب أستاذ أعطيني شو معنات الأليل هاد باجي بحكي لك أنا بقول لك الأليل الوراثي يا حباي بالقلب نوعين فباجي بدي أدرسك أنواع الأليلات الوراثية أنواع الأليلات الوراثية بشكل عام إن جنرال في الوراثة صنفين أكم صنف صنفين في عنا أليل وراثي سائد وهو مجموعة معلومات حكيت لك مجموعة نيوك اليوتي ذات أليل وراثي سائد وفي عنا أليل وراثي برضو يعني شكل للجين رح يكون شو ماله متنحي لو سألت سؤال سألتك حبيبي لوين رايحين قلت لك الأليل الوراثي شو معنات سائد وشو معنات أليل وراثي متنحي السائد من سادة طغى تجبر خاوى خاوى عمين على المقابل له إذا كان متنحي فقالوا إذا وجد الأليل السائد فإنه وجوده للسائد فإنه يمنع ويخفي ظهور الأليل المتنحي يعني ظهور الأليل السائد بسبب وجوده يعني الشرط وجود الأليل السائد فإنه يمنع ويخفي ظهور الأليل المتنحي فقالوا تعال خلينا نعرف مع بعض يا مصعب أنا وياك شو معنات الأليل السائد قالوا هو عبارة هو عبارة عن الأليل الذي يمنع ويخفي ظهور الأليل المقابل له من الأليل المقابل له اللي هو المتنحي إذن شو معنات سائد حبايب شو معنات أليل ورافي سائد يا حبايب هو عبارة عن الأليل إذا كان موجود الشرط يكون موجود الذي يمنع ويخفي ظهور الأليل المتنحي طب روح معاي وين على المتنحي تعال على المتنحي قالوا هذا المتنحي متنحي من إيش جاي من أي كلمة قالوا من تنح أو اختف أو منع ظهوره منع ظهوره بسبب وجود مين بسبب وجود السائد آه يعني الوجودية للسائد تمنع ظهور المتنحي الوجودية تبعث السائد إذا وجدت فإنها تخفي ظهور أثر المتنحي كل أليل إليه أثر مين الأثر قوي اللي هو وجود السائد وجود أثر السائد يمنع وجود أثر المتنحي طب تعال عرف للمتنحي أستاذ قالوا هو عبارة أيضا عن الأليل الذي يظهر بدي أنا عبارة يظهر متى يظهر الأليل وأثر الأليل المتنحي يا حباي بالقلب أنا قلت لك أن الأليل المتنحي يختفي بظهور الأليل السائد بوجود الأليل السائد قلت لك الأليل المتنحي يختفي ويمنع ظهوره بسبب وجود الأليل السائد طب متى يظهر المتنحي آه ساز إذا غاب إذا عدم وجود الأليل السائد فإن الأليل المتنحي يظهر فإن الأليل المتنحي يظهر إذن هو عبارة عن الأليل الذي يظهر بغياب أو بعدم وجود الأليل السائد. أيواش. فعشان هيك ميزوا بالسؤال قالوا الأليل السائد يرمز له بالكبتال لتر. بإيش؟ بالكبتال لتر. أيوة. والأليل المتنحي يرمز له بالسؤال يرمز له بالسمال لتر. بإيش؟ بالسمال لتر. تمام يا حبايب؟ تمام. إذن يا شو تعريف الأليل السائد؟ يلا مع بعض. هو عبارة عن الأليل الذي يمنع ويخفي ظهور الأليل المتنحي. وأيضاً الأليل المتنحي تعريفه هو عبارة عن الأليل الذي يظهر بغياب الأليل السائد. تمام؟ تمام التمام. طيب هيك إحنا أخذنا مصطلح الجين الوراثي؟ فرعنا من الجين الوراثي مصطلح الأليل السائد والأليل المتنحي. أستاذ شو معنات صفة وراثية؟ خليك معي يا حبيب قلبي القطاوي أخذ لك نفس. مفهوم الصفة الوراثية حبايب؟ مفهوم الصفة الوراثية؟ شو معنات صفة وراثية أستاذ؟ أنا قاعد بسمع بمصطلح إشي اسمه الصفة الوراثية. تقدر أستاذ تحكي لي شو معنات صفة وراثية؟ آه شوف علي. الصفة الوراثية بدي أترجم لك يا حبيبي بكلمتين. هي عبارة عن اجتماع أو التقاء أليله. الصفة الوراثية في الفرد في الكائن الحي. سواء كان إنسان حيوان نبات. كيف تظهر الصفة الوراثية؟ كيف بتتكون؟ كيف بتتشكل الصفة الوراثية الوحدة؟ من اجتماع أليلين. أليل من بابا وأليل من ماما. أليل من بابا بيجي للفرد عبر الجامية الذكري. وأليل من ماما بيجي للفرد عبر الجامية الأنثوي. فبيلتقوا في الموايضة المخصبة فينشأ منها الفرد وبتطلع عليه الصفات الوراثية. فعشان هي قالوا بناء على معلوماتك يا مصعب للأليلات الوراثية حنقسم لك الصفة الوراثية لصفة وراثية يا رح تكون سائدة يا حتكون الصفة الوراثية متنحية. تمام؟ إذن أنواع الصفات الوراثية بغض النظر شو هي الصفة الوراثية صفة الهبل صفة الحول صفة اللون الجلد صفة لون العيون أي صفة وراثية تصنف إلى صنفين قسمين أساسياتك إما أن تكون سائدة أو متنحية طيب حلو شوف علي الصفة السائدة يا حباي بالقلب قالوا إنها تقسم كمان لقسمين يا رح تكون سائدة نقية أو متماثلة أو متشابهة وحكيت لك إنه الصفة يعني فيه اجتماع التقاء أليلين كيف بتكون سائدة نقية؟ باجتماع والتقاء أليلان شمالهم يا جماعة الخير؟ سائدان أليلين شمالهم؟ سائدين يعني إجا أليل سائد من بابا وأليل سائد لنفس الصفة من ماما فطلعوا أليلين اجتمعوا أليلين التقوا أليلين مع بعض فكونوا الصفة السائدة نقية شو يعني نقية؟ اجتماع أليلين 2 سائدين حرفين سائدين كونوا الصفة فالصفة التقاء أليلين طيب والثانية قالوا عنها إنها بتكون إيه شمالها؟ غير نقية أو غير متماثلة يعني التقاء الأليل غير متماثل أو غير متشابه أو صفة خليطة أو صفة هجينة سائد هجينة شو معنات سائد هجينة؟ اجتماع أليلين؟ أحدهما سائد والآخر متنحي والآخر شو ماله؟ متنحي البابا أعطى سائد والماما أعطت متنحي التقوا أليلين؟ طيب شو راح يصير بالتقاء الأليلين؟ اللي التقى سائد مع متنحي فإن السائد يخفي ظهور المتنحي فإن السائد يمنع ظهور المتنحي طيب الماما أعطت سائد والبابا أعطى متنحي التقاء سائد مع متنحي حيشكله صفة حيكونه صفة آه هاي الصفة بالتقاء سائد مع آخر متنحي طب شو رح يصير إذا التقى سائد مع متنحي فإن السائد يمنع ويخفي ظهور الأليل المتنحي فعشان هيك أقسام الصفة السائدة إما أن تكون صفة سائدة نقية متماثلة باجتماع أليلين سائدين أو بتكون الصفة السائدة غير نقية غير متماثلة هجينة خليطة طب كيف بتصير باجتماع أليل سائد مع آخر إيش ماله متنحي طيب حلو أستاذ طيب الصفة المتنحية قالوا عنها إنها دائما تكون نقية تكونت صفة متنحية غياب السائد يظهر المتنحي ما فيش سائد إيش يعني فيه متنحي ما فيش سائد يعني حيظهر المتنحي تمام يا باشا تمام يا باشا فإذن الصفة الوراثية إما أن تكون سائدة أو شمالها متنحية لهون أنا بدي أوقف معلوماتنا اللي بتلزمك أنت كطالب وكطالب الثانوية عامة وبلشنا في المادة فيها وحنبلش إن شاء الله تعالى الحصة القادمة بمعرفة شو معناه الطراز جيني متماثل شو معناه الطراز جيني وطراز شكلي وشو هي المحاور الأساسية اللي لازم أعتمدها في حل جميع المسائل الوراثية خلينا نشوف مع بعض الانيميشن الخاص بهاي الحصة طبعا الانيميشن الخاص معنا في هاي الحصة رح يكون عنا خلية يحيطة من الخارج الغشاء اللي بلازمي هاي الخلية بدنا أصلا ندخل جواها نبحر جواها لقينا لما نشيلنا الغشاء اللي بلازمي إحنا في السيتو بلازم اللي هو سائل تسبح به العضايات زي عضاية الميتوكندرية زي أجسام جولجي زي الشبكة الإندو بلازمية بس أنا كل شغلي جوا النواة كل مادتي جوا النواة تعال خلينا نبحر جوا هاي الطب اللي هي النواة مليانة ثقوب مليانة خزوق كل هاي النواة مليانة ويحيطها غلاف لكن هذا الغلاف مخزق هذا الغلاف مليان ثقوب آه شو اسم الغلاف الذي يحيط بالنواة اسمه الغلاف النووي شو اسمه؟ الغلاف النووي تعال ندخل جوا النواة لقينا في عنا مادة وراثية تشكلت وتهيأت على شكل إكسات هذا الإكس اسمه كروموسوم وراثي بتركب من قطعتين كل قطعة اسمها كروماتيد كروماتيد فكل كروموسوم يتكون ويتركب من كروماتيدين شقيقين الآن حبينا نفرط هذا الكروموسوم قلت لهم افرطوا لي هذا الكروموسوم لما انفرطنا بلشنا يا جماعة الخير الله شوف 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 شفت هاي الطب البرتقالية اسمها بروتين الهيستون شفت هاي الطب البرتقالية اسمها بروتين الهيستون ملفوف عليها زي الزمبركات هاي هاي التلاثيف الوراثية حبين انا اكبرها بزيادة فوجدنا انو التلافيف التي تلتف حواليني بروتين الستون تدعى بجزيئين بسلسلتين حلزونيتين اسمهم الدي انا ايه حكينا مجموعة مجموعة النيوكليوتيدات على طول جزيئ الدي انا لو اخذنا بلوك من هذا الدي انا ايه راح نيوجد انو مجموعة النيوكليوتيدات على طول جزيئ الدي انا ايه يطلق عليه باشي اسمه الجين الوراثي حبايب القلب لهون انا راح اوقف معلوماتي لخص اللي حكيت لك اياه ونزلي اياه على قروب الاحياء مع مصحب القطاوي خلينا نبلش ان شاء الله بهمة وعزيمة جديدة حينزلك الخميس القادم ان شاء الله الحصة الثانية وكمان جدول دراسي كيف انظم وقت الفصل الدراسة الثانية مع فصل الدراسة الاول ورح يكون يوم الاربعة كل يوم اربعة بث مباشر على صفحة اليوتيوب صفحة الفيسبوك استاذ مصحب القطاوي كل يوم اربعة على الساعة السبعة ونص المساة تمام على الساعة سبعة ونص المساة رح يكون بث مباشر لمراجعة الفصل الدراسي الاول تمام فكونوا معاي على البث لانه لن يحفظ البث هذا جهد مني اليك زيادة حتى تلتزم معاي وتنظم وقتك التزم بالجدول اللي بعطيك اياك كتنظيم وقت امورك رح تكون تمام التمام ورح ان شاء الله تكون صناعة اوائل اللي ما كان معاي الفصل الدراسي الاول تابع معاي بالبثوث ان شاء الله وبالخطة الزمنية اللي انا واضع لك اياها وحتى تستفيد مية بالمية ان شاء الله تعالى وتغطي اخطائك اللي انت وقعت فيها الفصل الاول وحتى كمان كل اساليب الدراسي الخاطئة رح انبهك منها ان شاء الله تعالى ونمشي مع بعض نحو العلامة الكاملة الخميس القادم حتنزل الحصة الثانية جدول حصصنا من الاسبوع اللي ما بعد الخميس القادم رح يكون اثنين وخميس كل يوم اثنين وخميس رح تنزل الحصة ان شاء الله تعالى الساعة اثناعش الظهر اثناعش الظهر مش زي الفصل الاول كانت على الستة المساء وكان فيه شوي التأخير تمام يا حبايب القلب ربي يوفقكم ان شاء الله تعالى ربي يفتح عليكم فتوح العارفين ربي يوفقكم لما هو دائما للخير وانتم للخير عنوان يا حبايب قلب القطاوي ربنا يبارك في همامكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ويا ربي تنصر وتحمي اهلنا في غزة اشتركوا في القناة